اهلا بحضرتكم مرة تانية يحتفل المصريون اليوم بعيد القيامة المجيد وبكرة ان شاء الله هيبقى احتفال اخر بعيد شم النسيم كلها اعياد هامة ولها المنزلة والمكانة المهمة في المجتمع المصري في الاعياد بتكون الحدائق العامة طبعا واحدة من الاماكن المهمة جدا عندنا علشان نتوجه لها على رأسها دايما الصورة بتكون من حديقة الحيوان والارمان والاسماك واضحة في شم النسيم وفي الاعياد ومحور نقاشنا دلوقتي اكيد عن الاستعداد والترتيب من ايام طبعا سابقة لاستقبال الاعياد برحب بضيوفي وضيوف حضرتكم في الاستوديو الدكتور محمد رجائي رئيس الادارة المركزية لحضائق الحيوان اهلا بحضرتك يا دكتور اهلا بحضرتك وبرحب بالدكتور سيد حسين مدير حديقة الارمان اهلا بحضرتك يا دكتور كل سنة وحضرتكم طيبين عيد القيامة المجيد النهاردة وبكرة شم النسيم ان شاء الله مصر في اعياد وفي ايام جميلة بس لازم طبعا نعرف الاخبار ايه يعني الحدائق الرقم واحد كمقصد للمواطن المصري هبدأ مع حضرتك استعدته ازاي اسمحيني يعني انتهز فرصة وجودة مع حضرتك واقول للاخوة المسحيين كل سنة وحضرتكم طيبين لنسبة عيد القيامة المجيد وايضا كل شعب مصر كل سنة ونطيبين بنسبة عيد شم النسيم الحقيقة احنا يعني استعدادنا كان في ثلاث محاول رئيسية يعني المحاول الاول هو خدمات الجمهور وما يخص الجمهور مورحته ومتعته يعني احنا قطعنا شود كبير جدا فيه ان اهتمام بالمساحات الخضرة وتهزيب الاشجار الحقيقة صيانة لكل اعمال دورات المياه وعملنا يعني منظومة نظافة على الاعلى مستوى بيشهد بها كل الزائرين على فكرة ان الحديقة يعني تغير منظومة النظافة بدأتوها من فترة قبل العيد من فترة فعلا والحقيقة بقت سمة الحديقة وكل الناس بتشهد بهذا النظافة وده موضوع كان بيقرق السادة الزائرين فعلا يعني تدني منظومة النظافة داخل الحديقة ايضا عملنا منطقة طرفيهية داخل الحديقة بالعاب كهربائية جميلة بتسبب موت على الناس عملنا خدمة تنقل داخل الحديقة برضو بالتفتف مقاعد خشبية جديدة على الاعلى مستوى بحيث ان الناس برضو نكافح ظاهرة الفرشة على القلد يعني كل خدمات الجمهور الحقيقة متوفرة متوفرة ايضا المحور التالي ده بناء على شكاوى مثلا جات لكو او بترصودوا استطلع رأيه بتشوفوا الناس عايزة ايه اكتر طبعا احنا كان في مشاكل ملحوظة جدا يعني تدني مستوى النظافة قلة المقاعد الخشبية صحة الحيوانات الحاجات دي كلها كانت مشاكل ظهرة جدا وكانت يعني مادة خصبة للناس كلها انها دايما بتنتقد هذه الموضوعات فالحمد لله احنا ادرنا ان احنا نتغلب على المشاكل دي بحسم الحمد لله وادرنا ان احنا نغير المنظومة والحقيقة كان المحور التالي المهم برضو الحياة البرية داخل الحديقة وصحة الحيوانات ومظهرها الحمد لله يعني ادرنا ان احنا اهتمينا بتلت حاجات مهمة جدا عشان نغير من مظهر الحيوانات داخل الحديقة اهتمينا بالتغزية اهتمينا بالرعاية البيطرية وخطة الوقاية والتحصينات اهتمينا بالاسراء البيئي وده موضوع مهم جدا ان الحيوان يبقى عايش في بيئة ممثلة للطبيعة بتاعتها اللي وصل منها فده ادى الى يعني تزاوج انت عشها مرة تانية الحديقة بشكل عابل وحصل خطة اكسار حقيقية للحيوانات والناس هتشوف الولادات ان شاء الله دكتور سيد ايه الاخبار الحديقة حديقة الاسميك حديقة الارمان الارمان صراحة بتشهد اليوم دي احتفلات بمعرض ظهور ربيع والزائر المصري ان شاء الله يستمتع معنا بجودة الازهار المعروضات النباتية برضو معروضات من منتجات وزارة الزراعة فان شاء الله الزائر يستمتع بكل المعروضات اللي موجودة في المعرض لان احنا عندنا في المعرض السنة اكتر من 180 عارض فده عاملين اشكال والوان مختلفة من انواع الظهور والصبرات اللي موجودة في الحديقة التنوع ده في الارمان مطلوب طبعا من سنة لسنة يكون جديد مختلف تمام طبعا دي برضو ميزة للحديقة لان الحديقة طبعا اسمها ارتبط ب اسم معرض ظهور ربيع لانه طبعا من اشهر المعارض طبعا من اشهر المعرض اللي موجودة اللي برضو بتكذب الناس بتكذب الحمد لله يعني احنا عندنا اقبال يعني مقطوع النظير صراحة في السنة في المعرض برضو احنا على اساس نيسر للناس في الاحتفالات بعيد شام النسيم عاملين فتحين الثلاثة ابواب للحديقة باب النهضة ومقابلة مثال النهضة باب جمعة القاهرة وباب الدق طبعا الباب اللي هو الرئيس باب البرينتسات وطبعا فيه جزء فيه يعني باقي من الحديقة للمتنزه للجمهور للجلوس وبرضو احنا تكملتها للدكتور محمد ان احنا برضو عاملين مقاعد مزايكو موجودة في الحديقة ومقاعد رقام على اساس برضو نزود عدد المقاعد اللي نتغلب على ظهارة الفرش على المصابحة بتعمله ايه مع الناس بقى لما تحب تيجي بقى علشان تحتفل فبتجيب اكلها وبتجيب مشروباتها يعني سيطرتوا على الموقف ازاي واحنا حضرتك احنا معندناش منع صراحة احنا بس بنرجو من الزائر انه يلتز اه وبنديله بعض الارشدات لا شنط برضو انه هو حتى يلم المتبقية بتاعته وانه هو برضو يحطها في بعض السلات اللي موجودة بالنظافة وشكل المكان وبرضو يعني ما ننساش برضو دور التأمين اللي هو الامني صراحة مدرية تأمني الجيزة عاملة معانا دور مهم جدا في الاعياد بالاضافة للاسعاف لهاية الاسعاف المصرية برضو بنخطبها قبل الاعياد والاضافة للمرور عاملين معانا دور رأى يعني صراحة بنشكرهم من خلالكم يعني الجهات الامنية المختلفة طيب هي الاسماك طبعا طبعا لحضرتك حابقى يعني ارجع لحضرتك بيه الاسماك واخدنا وعشان كمان عندنا تقرير عنها واخدنا طبعا فكرة عن الأرمان اللي طبعا للدكتور سيد خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع مرة تانية عن جنينة الحيوانات جوهرة التاج هكذا لقبت حديقة الحيوان بمحافظة الجيزة عندما تم إنشاؤها عام 1891 لتصبح واحدة من أهم حضائق القارة الأفريقية والمنطقة ضمة بين أسوارها أكثر من 6000 حيوان حديقة الحيوان من أقدم الحضائق على مستوى العالم إحنا لحقيقة دولة مهتمية بها اهتمام كبير هي مش بس مكان طرفيهي لكن هو مكان تعليمي وخاصة للأطفال مكان جميل والولاد بتتبسط قوي لما بتيجي هنا وبتفرجوا يعني على الحاجات الجديدة والحيوانات اللي ما بنشوفها شغل في التلفزيون وجايبة ما بنتي مخصوص المناخ ده عشان تشوف الأسر إن هي بتشوفه في استور في الحضانة فقالتلي إن هي عايزة تشوفه حقيقي وعلى مساحة 80 فدانا يتوجه سنويا ما يقرب من ثلاثة ملايين مواطن ما بين كبير وصغير من مختلف محافظات مصر هم دائما بيبقوا مبسوطين وعايزين نروح الجنين أو كده لكن مش للصغيرين بس أنا أنا نفسي بحب بيجي هنا عشان الأرود والله مكان رائع ومبدع بالنسبة للخضرة للحيوانات اللي فيه مكان واشا وجميل مكان طرفيه حضرتك كل الناس بتحب اللي تيجي في المكان ده علشان التفرج الحيوانات اللي فيه والوسع المكان اللي فيه كله بيبقى مبسوط لإنه ويقضي أي احتفال بالنسبة للمصريين بيجي هنا جنينة الحيوانات عما بابا قالنا أننا هجيبكوا هنا حسيت بفرحة جميلة جدا لإنه أول مرة جيها أكثر حاجة على جربنا الأرض الحيوانات جميلة صراحة ربنا أماكن جميلة وربنا يدوم علينا الصحة والسعادة وربنا ينسوا المصري يا رب شعب مصري رغم مرور عشرات الأعوام منذ إنشاء حديقة الحيوانات بمحافظة الجيزة إلا أنها لا تزال تحتفظ بمكانتها لدى جموع الشعب المصري الذي يراها مقصدا في كل مناسبة للاستمتاع بالحضائق الخلابة ومشاهدة آلاف الحيوانات المختلفة والنادرة التي توجد هنا صار شلبي هنا العاصمة شكرا يا صارة وشكرا على التقرير الجميل بناسه والضيوف والحلوين اللي دعوا لمنصر إنه أعيادها تمر بخير وبسلام ودايما تكون سعيدة وأجواءها كده حلوة يا رب هنرجع بقى ليه جنينة الحيوان برضو الحقيقة إنها في شام النسيم الناس بش بس بتدخل تتفرج وتتبسط الناس كمان عايزة تاكل وتعمل تقوص شام النسيم وبتجيب معها علا بالفسيخ وحلوة الرنجة رتبت أموركو إزاي والله حاجة ده أشكر حاجة على السؤال ده شوال مهم جدا إحنا يعني إحنا عايزين نستستمتع ده مبدأ أساسا إنها الناس استمتع ب ودي عادات اليوم يعني ودي عاداتها لكن إحنا بنمنع الحاجة اللي مظهرها موسيق يعني ده حديقة عموما إحنا بنمنع الحلل والحاجات اللي هي موسيقى دي أو في مواقع بوتجاز في ناس بتدخل مواقع بوتجاز صغيرة الحاجات اللي هي المواد القابلة الاشتعال طبعا خطر جدا الحاجات دي كلها بنمنع يخشوا بشيشة آه في ناس بتحاول تخش لكن كل ده بيتمنع على البوابات يعني فيش حاجة تفوت وخالب ممنوع تماما وبيصادر على البوابة والزائر بياخد حاجته هو خارج مرة أخرى لكن إحنا بسمح بإذا كان فيه معلبات ما بيفضوش ويقوله زاي لا ده ممنوع ده دي تعليمات وبتنفذ وفي شركة أمن بتفتش جميع الزائرين طب قويس إن المواطن كمان ملتزم بإرشادات وتعليمات المكان طيب دكتور سيد بتعمله إيه في حديقة الأرمان المساحة برضو واسعة يمكن أكتر هنا عشان الناس تدخل وتأكل والله إحنا بنتابع نفس الإجراءات اللي هو التفتيش على طول على الأبواب وبتساعدنا كده برضو زي ما بقول حالتك أفراد الأمن اللي متوجدين من أبسيتهم مش رفضين الأكل لا إحنا مش رفضين بتعمله إيه علشان هنرس بنمنع اللي هي الحاجات الخطرة اللي هي زي الشيشة زي المواقد اللي هو فيه ناس بتاخد مواقد معاها النضافة بتبقى أخبارها إيه؟ لا النضافة دي صعبة في الأيام اللي هي بعد شام النسيم ده على طول صعب جدا يعني إحنا بنطلع مهما حاولتوا تسيطروا بسها بالحمد للإباس هو ده برضو طالما متعة للشعب إحنا تحت أمرهم في أي حاجة يلا نشوف تايب التقرير من الأرمان ونرجع مرة تانية احنا بنبتدي نستقبل الزوار من الساعة تمانية ونص الحديقة بتبقى بكامل قوتها بنخاطب الشغطة بتأمل لنا المكان وبنخاطب الإسعاف بتوفق لنا عربية خاصة بيها حديقة الأرمان حديقة نبتية بها أشجار نادرة كتير زي التكسوديوم أشجار معمرة يعني فالأشجار دي الزائرين بيحافظوا عليها لأنها أشجار صعب التعامل معها يعني والمسطحات الخضرة بيبقوا موجودين عشان المسطحات الخضرة بيفرشوا عليها ويعودوا ويستمتعوا بجمال الطبيعة كل السنة بصراحة في أعياد الربيع بنيجي هنا وجايبين الأحفاد معانا والأولاد علشان يتمتعوا في الجو الجميل يعني ويتعرفوا طبعا على الأنواع المختلفة من الزهور والنباتات برضو بيستفيدوا من الحاجات دي يعني كلنا من ضغط العمل بتاعك طول الفترة أو طول السنة بتبقى محتاج تخرج في هواق طلق محتاج تخرج ما بين خضرة ما بين ورد ما بين مية فطبعا بالنسبة للناس اللي ما بتسافرش براء القاهرة طبعا حدقت الأورمان فرصة بنسبة لهم الأورمان أصلا مشهورة بالظهور يبقى أنا جاية جاية عشان إيه عشان الظهور وقت في جو جميل كفاية إن أنا قاعدة بص حضرتك بص حواليك حاجة جميلة مش موجودة برا أو مش موجودة في حتة كتير حاجة جميلة ومش موجودة في حتة كتير يعني الناس متقلقة بصراحة ضيوف التقارير النهاردة معينا كلامهم جميل وإيجابي ومليان طاقة دي دعوة مقدمة من المواطنين أن الناس تنزل وتخرج وإن شاء الله تتبسط في يومها والأعياد تمر بخير علينا جميعا كل سنة وحضراتكم طيبين بجدد التحية بقى بالضيوفي وهرجع لجنينة الأسمك احنا تكلمنا على جنينة الحيوانات جنينة الأسمك يا فندم ليه دايما يعني بسمع أنه فين جنينة الأسمك بتاعت زمان من زمان جدا الجملة دي حتى لو سمعنا أن فيه تطور أو فيك حاجة جديدة الجملة دي مستمرة فإيه الأخبار؟ طبعا الحقيقة احنا يعني حضرت أسمك الجبلية نفسها الشهيرة فيها بعض المشاكل يعني فيه أحواض بتسرب مية داخل جسم الجبلية فمحتاجها دراسة كاملة لأنه ممكن تأثر على الأثر نفسه فإحنا فيه أحواض دوقتي شغلناها يعني اللي هي ما بتسربش مية والأحواض اللي هي فيها تسريب أو فيها مشكلة احنا عطينا فيها محنطات مائية لكن حاليا تقريبا الجبلية إلى حد كبير شغلنا الحمد لله وفيها أسمك وأيضا تم تطوير احنا عمليه مراحل كده عملنا بضوط تطوير المفرخ اللي هو بيمد الحديقة بالأسماك والحفاظ على بعض الأنواع النيلية وده بدأ يشتغل فعلا وتم تطوير المفرخ وفيه البحيرة نحن في مرحلة تطوير البحيرة الوسطى في الحديقة وان شاء الله ننتهي منها قريبا وتبقى الحديقة جميلة جدا والحديقة على المستوى النباتي الحديقة لائقة وستقبل أعداد كبيرة من زائر طيب والنهار ده المفروض يبقى فيه برضو لمسات نهائية يعني علشان بكر طبعا الحديقة جاهزة لاستقبال الناس من حيث مستوى النظافة ودغرات المياه على أعلى مستوى هناك يعني الأسماك موجودة الناس حتشوف الأسماك فعلا موجودة داخل الجبلية الجبلية شغالة حاليا وده برضو من فترة كبيرة ما كانش شغالة حاليا الجبلية جاهزة لاستقبال السادة الزائرين والحديقة من ناحية النباتية خلينا طيب نشوف الحديقة من النحية النباتية وكمان من ناحية التطورات الجديدة فيها في التقرير اللي جاي في أبهى صورها أصبحت حديقة الأسماك جاهزة لاستقبال زوارها في شم النسيم من خلال تطويرات بالحديقة شملت المداخل والمقاعد والمساحات الخضرة بنقطع في الأشجار عشان الأطفال والزوار وكذا عشان مفيش حاجة توقع لحد ويعني عشان بنشام النسيم وتجهيز وكذا وبندعم في الأسماك ونحاول برضو نزود في الأسماك برضو عشان الزوار والأخوة المساحين يعني يبقوا مبسطوين وكذا ونهتم بالشوارع برضو في التنطفات بتاعتها وكذا وإن شاء الله يعجب الجمهور بإذن الله وفي دعا دعمات جديدة وإن شاءات جديدة بإذن الله تعجب الناس كلها بإذن الله في معمل أسماك هنا برضو بيحاولوا دلوقتي ينشوها حاجات جديدة فيه وإن شاء الله بعد تجهزات بإذن الله علشان من السيم هيبقى كله تمام بإذن الله وفيه محيرات جوهة لسه بينشوها هي وإن شاء الله تبقى من أحلى الحضارات بإذن الله إن شاء الله يعني بتذكرة على قد الإيد وتمنها لا يتعدى الخمس جنيهات بيستمتع الزائر بجمال الحديقة اللي تجاوز عبرها مئة سنة كتير حلوة وتاريخ كتير حلو شرح لنا الأخ اللي جوهة عن أيام إلها مئة وخمسين سنة هاي الأبنية وبالتالي الجوهة اللي تحف والأسماك اللي محنطة كتير حلوة يعني بتعطي انطباع جيد كتير عن المنطقة وعن الحديقة حاجات نفع الهدوء، التحنيط اللي جوهة، الأسماك المتحنطة الحاجات نوادر جوهة أول مرة شوفها، التاريخ بتاعها مناظر بصراحة ما ينفعش راحت ما يجيش رازم نجيها كل أسبوع كل شهر على الأن سحر خاص بتتمتع به حديقة الأسماك خصوصا في المناسبات والأعياد إشام الرباط هنا لعاصمة اشتركوا في القناة